الصعود يجعل المسيح يحيى في العالم الجديد احنا عايشين في العالم لكن الكتاب يقول لسنا من هذا العالم يعني بكلمات اخرى الملكوت الجديد ملكوت المسيح اي الذي يملك عليه المسيح وهنا اوضح شيء مهم جدا المسيح لم يعلم عن احتلال سياسي او بناء دول سياسية هذه لم تكن رسالة او ارسالية يسوع المسيح اليوم في ناس بقولوا لك او بيستخدموا العبارة زي ما بقولوا مثلا الدول الاسلامية عم بيستخدموا عبارة الدول المسيحية صدقوني انه حتى المسيحيين في الدول التي تعتبر دول اسلامية ولربما مغلقة للانجيل يمكن بتتمتع بالحرية او بتتمتع بملكوت المسيح اكثر من البلدان التي تسمي انفسها بلاد مسيحية كان في يوم الايام لما الكنيسة ذهبت والكنيسة امتدت وكانت تغيير لحضرات ولشعوب ولأمم كثيرة ولكن للأسف عندما يقول الناس للرب ابعد عننا لاننا بمعرفة طرق كلا نصر ولانه الكنيسة بتدأت تساير وتتهادن مع العالم والاصعب انه الكنيسة بتدأت تتنازل عن مبادئ الكتاب المقدس انا اقصد الكنيسة يعني مش كل الكنيسة اللي هم يعني مش مؤمنين حقيقيين عشان اوضح لانه في مرات بيخلطوا الناس بين المسيحية الاسمية بيشوف مثلا واحد لابس صليب وممكن عم بيشرب كحول او يسكر او بتشوف واحد يلابس صليب وعم بتمارس الضعارة هذه ليست المسيحية احنا بنتكلم عن المسيحية التي تتشبه بيسوع المسيح المسيحية التي اختبرت وافتدت بدم يسوع المسيح هذا يعني تتويج المسيح رب وملك وقبوله مخلص وسيد على الحياة والكيان عندها يملك المسيح على الحياة فندخل في هذا الملكوت الجديد نعم في يوم من الايام الرب يسوع رح يرجع وهذا الملكوت رح يعني مثل ما بقول الكتاب صارت ممالك العالم لربنا ومسيحي ايضا فحبيت بس اوضح هذه الحقيقة ارتفع طبعا الى السماء وهذه الحقيقة احباء اللي بتساعدنا ان نواصل رسالتنا رغم كل الاضطهاد سواء في الداخل في الكنيسة التي تحاول ان تنكر كلمة الله او وحي الكلمة او التنازلات في الكنيسة مع العالم يعني الاجهاد وتعدد الزواج وسواء طبعا الشذوذ بكل انواعه اللي بيرفضه الكتاب المقدس بشكل واضح فمن فضلك لما بتتكلم عن الكنيسة تتكلم عن اتباع المسيح مش الجماعات اللي بتمارس كل انواع الممارسات بتشوف كأنه مناسب لإلك تتكلم وبتخلط الامور في بعضها لا المسيحية هي ملكوت الله ملكوت الله موجود في كل مكان موجود في الصين تعتبر واحدة من اكبر كنائس العالم في بلد الالحاد موجودة في السعودية تستغرب انه عشرات الكنائس مش الابنية اقصد الجماعات موجودة في السعودية شمال افريقيا الشرق الاوسط ملكوت الله ايران اسرع نمو مسيحي هو في ايران ملايين اللي اصبحوا وصاروا مؤمنين مسيحيين هذا يسمى ملكوت الله اللي امنوا بيسوع بعدهم عايشين في بلاد اسلامية او في بلاد الحادية او بلاد ما تسمى بلاد الغربية او المسيحية ولكنها بعيدة كل البعد عن يسوع المسيح اشتركوا في القناة